اشتركوا في القناة وهو صغير يومئذ ورؤيا الفتيين الذين كان معه في السجن ورؤيا مليك مصر فأما رؤيا يوسف عليه السلام فهي أنه رأى في صغره رؤيا عظيمة قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فقص يوسف عليه السلام هذه الرؤيا على أبيه وكان عمر يوسف وقتئذ نحو اثنتين عشرة سنة فأشفق عليه أبوه يعقوب من حسد إخوته له فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا أي يدبر حيلة لإهلاكك لأن الشيطان للإنسان عدو مبين وقد علم يعقوب عليه السلام أنه سيكون لابنه يوسف شأن عظيم وسينال رطبة عالية في الدنيا والآخرة فالكواكب إخوته والشمس والقمر أبواه وسجودهم له دليل على علو مكانته على الجميع والسجود كان هو التحية ولكن ذلك نسخ فلا يجوز السجود لغير الله والرؤية الثانية في قصة يوسف هي الواردة في قوله تعالى ودخل معه استجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وسبب دخول يوسف للسجن أنه لما رودتهم رأة العزيز عن نفسه التجأ إلى الله فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين وكانت فترة السجن إعداداً ليوسف للمهمة العظيمة التي تنتظره أن يحكم مصر وينشر التوحيد وكانت رؤية السجينين تمهيداً لخروج يوسف من السجن ورؤياهما هي المذكورة في قوله تعالى قال أحدهما إني أراني آصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وقد فسر لهما يوسف ما رأياه بأن صاحب رؤيا الخمر سيكون ساقياً للملك وصاحب رؤيا الخبز والطير سيصلب وتأكل الطير من رأسه قال تعالى حكاية عنه يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان لقد صدق يوسف بتفسير الرؤيا للرجلين فواحد صلب حتى الموت والثاني نجى وعاد لخدمة الملك والرؤية الثالثة الوالدة في قصة يوسف هي رؤيا الملك فعندما حان الأوان لخروج يوسف من السجن هيأ الله لذلك برؤيا رآها الملك أفزعت وأرد لها تفسيراً فقال المعبرون هذه من خيالة النوم ولا تفسير لها ولم يقتنع الملك بكلامهم فتذكر الساقي قدرة يوسف على تفسير الرؤى فأرشدهم إليه ومدحه لهم فذهبوا إليه في السجن وفسر لهم رؤيا الملك تفسيراً عجيباً ورؤيا الملك هي الوالدة في قوله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وأما تعبير يوسف لهذه الرؤيا فهو الوالد في قوله تعالى قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون هذه هي الرؤى الثلاث الواردة في قصة يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا